من الإسلام أباد ينضم إلينا علي مهر الكاتب والمحلل السياسي يعني ما الدوافع الرئيسية أو الأسباب التي جعلت من باكستان أن تحيل قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية لأن القضية باكستان تعتبر بأن القضية هي ليست قضية صنعية بين باكستان والهند بل قضية أساسا هي دولية لأن قرارات المجلس الأمن الدولي منذ الأربعينات هي التي وضعت الأصص لحل النزاع بين البلدين وفي إطار حق تقرير مصير للشعب الكشميري فلو أحد الطرفين باكستان والهند أي منهما يقوم بمخالفة هذا التوجه معنى يمكن أن يتم إحالة الموضوع إلى محكمة العدل الدولية وليس فقط هذا بل هناك قرار أن پاكستان ستقوم بإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان والحصار الجاري وحضر التجول منذ أكثر من أسبوعين لهذا الشطر المحتل للاد كشمير إلى لجنة حقوق الإنسان الأممية في تسعة سبتمبر القادم فهناك عدد من الجوانب وعدد من الخيارات التي تتخذ باكستان لإحالة الملف إلى مختلف الجهات طيب أستاذ علي ألا تتفق معي أن القضايا دائما بين الهند وباكستان لها حساسية سياسية كبيرة خصوصا فيما يتعلق بهاتين البلدين وبالتالي هل تتوقعون تجاوبا دولي لإنصاف الطرفين تجاه هذه القضية وفي حال فشلت ما هي الحلول التي تملكها باكستان لأخذ حقه؟ يعني أننا لا نتوقع أن يتم هناك أي شيء عاجل بشأن حل النزاع ما دام ما تم شيء خلال 72 سنة لكن لا بد أن المجتمع الدولي وعلى مختلف المستويات يكون على علم تام ما يحدث في كشمير ولا بد أن تشعر الجهات الدولية المعنية بأن هناك ما يسمى قصور وأيضا عدم اهتمام الهند بقرارات مجلس الأمن رغم أن الهند تصعى لتكون عضوا دائما في مجلس الأمن وهذا هو أسلوبه فينبغي أن باكستان تقوم بإحالة الملف إلى جميع الأطراف وجميع المستويات في المحافل الدولية والإقليمية وهناك خطة يمكن أن تقوم باكستان بإحالة الملف إلى منظمة شنغايل التعظن وهي منظمة أمنية إقليمية في باكستان وهند وروسيا والصين كلهم عظم طيب هذا على المستوى السياسي بين الهند وباكستان لكن هناك معاناة إنسانية على الجانب الإنساني هناك مجموعة من الناس في كشمير تعاني الأمرين نتيجة لهذا الخلاف هل الأمم المتحدة هل تتوقع أن الأمم المتحدة ستساهم مع باكستان لتخفيف معاناة من يعيشون هناك؟ الأمم المتحدة ليس صوى مبنى كبير وليس له أي دوم لا بد من القواء الدولية والدول المؤثرة تلعب دورا ولأجل ذلك پاكستان تسعى للتنسيق المستمر مع الصين مع الولايات المتحدة حيث تم اتصال حاتفی مرتين بين الرئيس الأمريكي وبين الرئيس الوزراء الباكستاني خلال ثلاثة أيام ماضية ورئيس الوزراء امران خان ركز على هذا الموضوع بشكل فوري لأن الحل النهائي يمكن يتطلب سبعين سنة أخرى لكن الأمر الفوري والعاجل هو لا بد من نهاية المعاناة ما هو إزالة ونهاية الحظر التجول وأيضا لا بد من إيجاد صيغة أو طرق لتوفير علاجات والحاجات الأساسية لسكان كشمير المحتل أشكرك سيد علي مهر الكاتب والمحلل السياسي كنت معي من باكستان على هذه القراءة السياسية ترجمة نانسي قنقر